نفى منصق مكافحة فيروس كورونا بروفيسور نحمن إيش ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية حول تقليص حصص صناديق المرضى من لقاحات كورونا وقال أنه لا يوجد تقليص بالحصص وإنما زيادة وأشار إيش للوسائل إلى أنه سيتم استغلال إمكانيات التطعيم بهدف الحصول على وطيرة تطعيم 150 ألف شخص يوميا وأوضح أن صناديق المرضى تريد التطعيم في مراكزها وأنه يتم العمل على توسيع إمكانية التطعيم بشكل عام وأظهرت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه مع دخول الأسبوع الثاني لحملة التطعيمات في البلاد تم تطعيم حوالي نصف مليون شخص ضد فيروس كورونا فيما يجري العمل على فحص إمكانية تقليص اللقاحات التي تحول إلى عيادات صناديق المرضى ووفق معطيات الوزارة تلقى 115 ألفا وأربعمائة شخص في البلاد الجرع الأولى من اللقاح ليصل العدد الإجمالي منذ انطلاق الحملة قبل أكثر من أسبوع إلى 495 ألفا ليكون إجمال الحاصلين على اللقاح أكثر من مجمل الإصابات التي سجلت في البلاد منذ آذار الماضي ترجمة نانسي قنقر